الله يخليك أساسيا جنب حضرتك كده وأختم وأشكر حضرتك اللي أنت جيت ونورتني وأنا عايز أختم كده جنب القامة الكريرة كابتن طاة طوخي هذه القيمة الكبيرة وهذا الرمز الكبير وهذا العطاء وشوفنا ديك كابتن طاة سمعيل بيتكلم على هذا التاريخ وهذه القيمة وما أعطاه للنادي الأهلي واحد شيخ مدربين أفريقيا والعرب ومصر كابتن طاة طوخي اللي أعطى للنادي الأهلي وصاب بصمة كبيرة جدا وكان الرائد في التدريب في مدارس الخليج وكان صاحب أول كأس للخليج لدولة الكويت سالة 970 وكان رائد نهضة التدريب في السعودية ونادي الهلال هذه القيمة الكبيرة الأهلوية المشرفة المصرية اللي احنا بنفتخر كلنا اللي موجودين بها وبنعتذر اللي احنا أسرنا وتأخرنا في هذا اللقاء لكن صدقوني أنا حاسس بعظمة وأنا قاعد هنا أنا حاسس بتاريخ أنا أتمنى أنا أتمنى أن كل الأندية وبتمنى أن الأهل يكمل عطاءه في تكريم هؤلاء النجوم والرموز ربما تأخرنا كتير في حاجات كتير جدا لكن مش مهم المهم نبدأ وانا بشكرك وعايز أقبل رأسك وأقول لك أن أنا سعيد وفخور اللي موجود معاك هي دي الرموز وكلمة أخيرة توجيهها لجمهور النادي الأهلي ومحبيك في كل الوطن العرب والله ماهما قلت لن أوفيق حقوقكم وبإذن الله دايما النادي الأهلي كده يسعد الجميع رب وأنا طبعا لي علاقة كبيرة جدا جدا بكلمة الجماهير دي يعني وخاصة جمهور النادي الأهلي في بداية عملي لن أنسى موقفه معايا وبإذن الله تعالى النادي الأهلي دايما سواء فريق كرة القدم أو جميع الفرق بتسعد الجماهير اللي بتحب النادي الأهلي وأنا برضو بشكر إدارة القناة كل من يعمل في القناة وهذه الحلقة بالنسبة لي أنا باعتبارها تاريخية طبعا وباحمد ربنا أن أنا ما زلت على قيد الحياة وعملت هذه الحلقة وأتمنى بعد كده يعني أنا مستعد ما أروحش أي قناة تانية بعد هذه الحلقة وأشكرك جدا أستاذ زهاب والحمد لله وإن شاء الله بالتوفيق دايما بإذن الله تعالى الشكر لك وجماهيني النادي الأهلي اللي صنعت البطولات والأساطير الشكر لمجالس إدارة النادي الأهلي الشكر لأساطير النادي الأهلي الشكر للوجو النادي الأهلي اللي محلقوا معاه كل الأساطير في حلقة تاريخية مش هنساها ومش هتنسوها مع عميد وشيخ مدربين الوطن العربي ومصر وأفريقيا كابتن طاها طوخي وقت مهم جدا وفي منتهى السعادة نشكركم والتاريخ ما بينتهيش وأجيال بتسلم أجيال في النادي الأهلي موسيقى موسيقى